ما أسباب زيادة الوزن عند الفتيات والنساء أثناء فترة الدورة الشهرية وما علاقة الرجال بهذا الموضوع تابع الفيديو مرحبا صديق العزيز معك الدكتور فراسي العلي إذا كنت تعاني مثلي من زيادة الوزن والسمنة تابع هذه القناة والتجربة الواقعية لتخفيف الوزن وحرق الدهون اليوم نتكلم عن موضوع مهم وهو زيادة الوزن عند الفتيات والنساء أثناء فترة الدورة الشهرية ولكن قبل ما نبدأ موضوعنا أحب أن أقوله أن الحلقة القادمة ستكون عن نتيجة أول شهر من برنامجي لتخفيف الوزن وحرق الدهون وما النتائج التي حصلت عليها تابع الحلقة طبعا أصدقائي الأعزاء كما تعرفون أنه أنا دائما أتابع التعليقات وأجاوب على جميع التعليقات وحتى أخصص حلقات للإجابة عن أسئلتكم التي أنتو تطرحوها وطبعا لسبب مهم وهو أن هذه الأسئلة تأتي من صلب وقلب المعاناة التي نعانيها نحن الأشخاص المصابين أو الذين يعانون من السنوذات الوزن ولذلك أجاوب أنا على السؤال بالتعليقات وأخصص حلقة لتكون الإفادة للجميع بإذن الله سألت أحد الأخوات المتابعات للقناة دكتور أنا يزيد وزني أثناء فترة الدورة الشهرية وأنا أشكرا على هذا السؤال المهم لأن هذا السؤال يطرح بكثرة وما هي الأسباب وهل هذا شيء يعني كيف نجد حلول لهذه المشكلة طبعا أخواتي وأخواني الكرام بالنسبة للرد على هذا السؤال والإجابة بطريقة سريعة أقول أن هذا الشيء زيادة الوزن أثناء فترة الدورة الشهرية أمر طبيعي طبعا من جهة هو أمر طبيعي ويعني يحصل لأغلب الفتيات والنساء أثناء الدورة الشهرية ومن جهة أخرى يكون له يعني مثل الأثر السيء على نفسية المرأة وهذا شيء طبيعي طبعا الدورة الشهرية ونتكلم عن متلازمة ما قبل الحيض فترة ما قبل الحيض تنطي إشارات يعاني منها كثير من النساء وهي مثل آلام في منطقة الصدير في منطقة البطن انتفاخ زيادة الوزن هذه الأمور كلها ولكن من أهم الأشياء التي تزعج كثير من أخواتنا النساء هو في ليلة وضحوها تحس أن الملابس التي تلبسها أصبحت ذيقة عليها يعني تنام بالليل أمور أكيد تصحى صباحا أن الألبسة تكون ذيقة بشكل مفاجئ وهذا يثير بعض التساؤلات وبعض الانزعاج بالنسبة لأخواتنا الفتيات والنساء وخلينا نتعرف الآن عن أسباب زيادة الوزن أثناء فترة الدورة الشهرية لدى النساء السبب الأول طبعا هو الهرمونات في هذه المرحلة يكون هناك تغيير مستمر في مستوى الهرمونات لدى النساء بارتفاع وانخفاض وهذه الأمور كلها أو لعبة الهرمونات أنا أسميها تؤدي في نهاية المطاف إلى احتباس السوائل في جسم المرأة طبعا ما رح نخوض بعمل الهرمونات هذه الأمور كلها لأن هذا موضوع ثاني نتطرق له في حلقات أخرى مخصصة بهذا الموضوع هذه أول نقطة يعني المرأة تغييراتها الهرمونية وهي تغييرات طبيعية تساعد على احتباس السوائل في جسمها يطرح سؤال فورا دكتور كم تقريبا المرأة كم كيلو يزيد وزنها في أثناء هذه الفترة طبعا أخواني الكرام نحن نتكلم بشكل عام من امرأة إلى أخرى يختلف الوضع ولكن تقريبا ما بين 500 جرام إلى 3 كيلو جرامات ممكن أن يزيد وزن المرأة بسبب احتباس هذه السوائل طبعا هذا أول سبب السبب الثاني طبعا هذه الأمور والأوجاع التي تصاحب هذه الفترة الغير سهلة بالنسبة للمرأة تؤثر على نفسية المرأة طبعا هذا شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى أنطالي خصائص للمرأة أنه تمر بهذه الفترات وطبعا الحالة النفسية السيئة وتعكر المزاج تحاول المرأة تحسين مزاجها طبعا بزيادة تناول الوجبات الغذائية وطبعا أكثر هذه الوجبات تكون من الأشياء الحلويات والأشياء المالحة فهذا يساعد على زيادة الوزن واحتباس السوائل وهذه الأمور طبعا شيء طبيعي أخوات الكرام وأخوان الكرام بالنسبة لهذه الفترة طبعا يطرح سؤال ما دور الرجل في هذه الفترة يعني ما دور الرجل في مساعدة المرأة بهذه الفترة طبعا أخوان الكرام كما نعرف أنه الرجل كما يقولون هو عامود البيت ولكن يجب أن لا ننسى أنه المرأة هي الأرض فإذا الأرض تعبت والأرض كانت في حالة غير جيدة فالعمود رح يتأثر مو بس العامود البيت كاملا رح يتأثر فالمرأة هي الأخت البنت الأم الزوجة لها دور كبير جدا حتى الله سبحانه وتعالى في هذه الفترات أعفاها من كثير من العبادات فطبعا دور الرجل في هذه الفترة أنه يساعد زوجته والعائلة تكون متفهمة أنه يعني هذه الفترة القصيرة كل شهر يجب على الرجل أن يظهر قوته ورجولته ويساعد الزوجة في البيت في أعمال البيت يساعدها من الناحية النفسية هذه الأمور كلها تعود بالنفع على المرأة وعلى الزوج وعلى الأسرة بشكل عام لأن الأم هي أساس البيت فطبعا هذا الشيء اللي يعمل الرجل يكون يحسب له كشيء إيجابي وبهذا يثبت أنه رجل والرجل الذي يساعد بناته زوجته والدته بالبيت بأي فترة من فترات هذا الشيء يزيده شرف وأعتقد أنه العقل يتقبل هذه المساعدة ويحصل على مؤشرات أن هذا الرجل يستحق مكافأة فينطي إشارات لجميع عضاء الجسم لزيادة هرمونات الرجل الذكرية التستسترون ويحس أنه رجل عقد المسؤولية إذا ساعد المرأة في أعمالها المنزلية وخفف عليها من هذه الفترة طبعا شيئا من الفلسفة ولكن أخواني الكرام نحن نمر بظروف صعبة فبهذه المرحلة يتطلب مننا مساعدة المرأة وتخفيف عنها طبعا هذه من الناحية النفسية والابتعاد عن المشاكل الابتعاد عن المشاكل لأن المرأة أثناء هذه الفترة تصبح يوجد تغيرات هرمونية ويعني إحنا هذه المشاكل معشر الرجال بغينا عنها فالأفضل تقديم المساعدة وتفهم هذا الأمر هذه نصيحة يعني ممكن أنكم تنطوها لأخواننا الرجال للنساء التي يشاهدون هذا الفيديو بالنسبة للأمور الوزن أوكي خلنرجع لموضوعنا بالنسبة للوزن الوزن أخواتي الكرام هذا إذا كان من السوائل فالأمور طبيعية لا يوجد داعي للقلق يعني لا تخافي هاي الأمور بعد انتهاء الدورة أمور أوكي يعني إذا كانت الدورة عندك منتظمة ولا يوجد مشاكل فلا داعي للقلق هذه المياه المحتبسة في الجسم ستزول تدريجيا لا يوجد أشكال ولكن يوجد خطورة في هذا الموضوع إذا كنت تتناولين الحلويات والأشياء التي تنطي سعرات حرارية كبيرة فطبعا يمكن أن يزيد وزنك مو على أساس السوائل التي محتبسة بالجسم بل على أساس السعرات الحرارية الزائدة التي كنت تتناولينها أثناء هذه الفترة فأرجو التفريق يعني ما تقول الدكتور فراس قلنا ترى هاي مي ثلاثة لترات وتزول لا مو إذا أنت صرت تأكل إليه لنهار بهاية الفترة رح يزيد وزنك فأرجو أن تقومي بتنظيم يعني الوجبات الغذائية ولكن أنا أسمح لك بالانقطاع عن برنامجك الغذائي لتخفيف الوزن لا يكون برنامجك الغذائي قاسي ولكن يكون تحت السيطرة لأن إذا أنت بوضعك يكون تعب نفسي وإرهاق طبعا يوجد ضغوطات العمل وضغوطات البيت هذا سوف يأثر سلبيا على صحتك فهل كم يوم هاي ممكن تعملي مثل استراحة من أي برنامج غذائي وتريحي نفسك وممكن أنه تغذي الأشياء اللي تحبيها مو ممنوع أنك تتناول حلويات ولكن بشيء بالمعقول هذه أول نقطة كما ذكرنا في السابق أنه الهرمونات تتغير الحالة النفسية تتغير يوجد انزعاج يوجد ألم وأوجاع بسبب هذه الفترة بعض النساء تتعلم بشكل كبير جدا فطبعا سوف يختلف أو ينخفض النشاط البدني يعني بالنسبة للمشي كما ذكرنا بالحلقة السابقة بالنسبة للتمارين الرياضية للرجيم الغذائي للدايت هاي الأمور كلها سوف يعني ما يكون عند المرأة استطاعة وهذا طبعا أحد الأسباب اللي يزيد من وزن الفتاة أو المرأة أثناء الدورة الشهرية أو العادة الشهرية وخاصة في أثناء الشتاء في فصل الشتاء هذا يزيد أيضا الحمل على زيادة الوزن فالمرأة تزيد أيضا مو بس المرأة كلنا نزيد وزن أثناء الشتاء وخاصة أثناء البرد لزيادة تناولنا الطعام وهذه هي الأسباب الأساسية لزيادة الوزن أثناء فترة الدورة الشهرية ولذلك لا يوجد داعي للقلق لا يوجد داعي للخوف هذه الأمور كلها تنظم بعدما تخلص الدورة ترجع الأمور على طبيعتها ولكن كما ذكرت سابقا يجب تنظيم البرنامج الغذائي أنه ما يكون هناك تناول كبير للسكريات والحلويات وهذه الأمور كلها ولكن يمكنك تناول هذه الأشياء بشكل معقول يعني خلي يكون عندك كما ذكرت سابقا هل كم يوم أنه يعني أنك تسامح نفسك بهذه الأشياء ولكن بدون إفراط طبعا يوجد سؤال أيضا مهم يطرح أنه إنحباس السوائل في الجسم يعني كيف يتوزع أخواتي وأخواني الكرام هذا يعتمد لكل شخص يعني له خاصية معينة فيمكن بالجزء العلوي يمكن في منطقة البطن تتجمع هذه السوائل يمكن في الجزء السفلي فحسب يعني حسب الخاصية كل مرأة فما نقدر نحدد بالضبط ولكن كما ذكرت سابقا هذه الأمور يعني تختفي بإذن الله تعالى بعد انتهاء الدورة ولذلك حبيت اليوم أصور هذا الفيديو للإجابة عن هذا السؤال يمكن كثير من أخواتنا الفتيات والنساء يعني يخجلون من طرح هذه الأسئلة ولكن يوجد أشكرها أخت بالتعليق سألتني هذا السؤال وهذا الشي علمي وموعب دائما أحاول أجاوب على أسئلتكم أجاوب على تعليقاتكم ممكن أن تكتبوا أسئلتكم ومشاكلكم في التعليق وأحاول قدر الإمكان بإذن الله تعالى الإجابة وتصوير حلقات قدر الإمكان للتخلص من هذه المشكلة سويا هذه قناتكم ولا تخجل من السمنة وواجه هذه المشكلة وزيادة الوزن وإن شاء الله نتخلص منها سويا الحلقة القادمة ما هي النتاج التي حصلت عليها في أول شهر من برنامج لتخفيف الوزن حلقة الدهون اشترك بالقناة وفعل الجرس وادعم المحتوى الهادف أحبكم بالله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر